بقيت لنا نقطتان أساسيتان في فهم هذا الدرس وهو درس المنهج العقلي في أداء الدعوة بعد أن وقفنا على تعريف المنهج العقلي وكذا وقفنا على بعض أساليب هذا المنهج ننتقل بك عزيزي الطالب الآن إلى إبراز الميدان الذي يستعمل فيه هذا المنهج قلنا سلفا إن لكل منهج ميدان يعيش فيه الداعية ولا يجوز للداعية أن يستعمل أسلوب العقل في مخاطبة أهل العاطفة ولا العكس بمعنى أن مخاطبة أهل العواطف لا يمكن أن يفيد معهم الأسلوب العقلي فمن هنا ما هي ميادين استعمال المنهج العقلي إن المنهج العقلي يستعمل في مواطن متعددة نختار منها مواطن الإنكار على المدعوين الذين ينكرون أمورا ظاهرة يعني عندما نرى بعض الذين ينكرون أشياء ظاهرة في الكون وهي تدل على وجود الحق تبارك وتعالى وينكرون بعقولهم الأدلة الباهرة على استحقاقه للعبودية نواجههم بهذا المنهج والقرآن الكريم يشير إلى ذلك كما جاء في سورة الواقعة وكما جاء في غيرها من سورة القرآن وهنا يقول الحق تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ويقول تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا انظر إلى هذا الأسلوب المنطقي هذه قضية شرطية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لكن الكون لم يفسد إذن لم يبق فيه إلا إله واحد هو الله الواحد هذا هو الشرط الأول من شروط القياس الذي سابق به القرآن أو أكد عليه القرآن ولا حاجة لنا إلى منطق بشري أيضا من استعمالات هذا المنهج يستعمل في ميدان التعامل مع المعتدين بعقولهم وأفكارهم من المدعوين إنك تواجه بعضا من أولئك الذين وجدوا في التعدي على الدعاة والتعدي على الدعوة بأساليبهم ومناهجهم ما يؤهلك بهذا المنهج إن هذا المنهج يسلحك في مواجهة أولاء لماذا؟ لأنهم أسرع من يتأثر بالمنهج العقلي السليم فعندما تعاملهم بنفس أسلوبهم تنجح طريقتك في مخاطبتهم كذلك من ما يدين استعمال المنهج العقلي مع المنصفين من الناس أولئك الذين يستعملون عقولهم فينصفون غيرهم يبتعدون عن التعاصب لأرائهم ويتجردون من أهوائهم الذاتية وأغراضهم الخاصة وأهوائهم النفسية هؤلاء يفيد معهم هذا اللون من الدعوة وهذا اللون من المناهج كذلك من ما يدين استعمال المنهج العقلي يستعمل مع المتأثرين بالشبهات والمخدوعين بالباطل ويسيرون الذين يسيرون في فلك أهل العتو والبهتان إن المتأثرين بالشبهات المخدوعين بالباطل والترهات أولئك يفيد معهم هذا المنهج وأشار إليه القرآن وأشارت إليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأكدته مناهج دعوة العلماء السابقين إلى غير ذلك من مواطن وأحوال لا تخفى على الداعية اللبيب لابد له أن يستعمل فيها أسلوب المنهج العقلي أما عن خصائص المنهج العقلي وهي آخر صورة من صور هذا الدرس إن لكل منهج خاصية كما قلنا وميزة يمتاز بها ويمتاز المنهج العقلي بمزايا تختلف عن خصائص غيره من المناهج الأخرى منها أن هذا اللون يعتمد على الاستنتاجات العقلية والقواعد المنطقية والفطرية وهي بذاتها أسرع إلى التأثير على نفوس المدعوين وهناك كتب عديدة ومناهج عديدة أشار إليها العلماء بل هناك مدارس تسير على هذا المنهج وتوضح للناس طرق القرآن والسنة أيضا من خصائص هذا المنهج أنه عميق التأثير في المدعوين وكذلك يستطيع الداعية أن يفحم به الخصم المعاند وأيضا يستطيع المحاور أن ينتصر لعقله أو لرأيه بمنهجه القائم على العقل المستنبط من أحكام القرآن والسنة كذلك من خصائص هذا المنهج أن دائرته إنما هي في واقع أمرها أضيق من دائرة المنهج العاطفي بمعنى أن أهل العواطف كثر أو الذين يعتمدون على العواطف كثر أما أولئك الذين تخاطبهم بالعقل هم قلة فالمفكرون والكتاب والباحثون والمحققون قلة أولئك الذين لا بد أن يستعمل معهم هذا العقل هذا المنهج خاصة من أرباب الديانات الأخرى المعادية لدين الإسلام ترجمة نانسي قنقر